بحث رئيس الحكومة أحمد بن مبارك مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومواقف البلدين اتجاهها وناقش اللقاء جهود إحلال السلام في اليمن وآفاق الحل السياسي في ظل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر والمساعي المبذولة لاستكمال وتنفيذ خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة وبحث الجهود القائمة لدعم سيل العملية السياسية بين الأطراف في اليمن ومسال السلام لتحقيق الأمن والاستقرار ونوه بن مبارك بأهمية استمرار الدعم السعودي وتطوير مجالاته في الجوانب التنموية في هذه المرحلة وهو يعتبر أساسي ومحوري لتجاوز التحديات الرهنة